من ضمن الأسئلة الأليم فبعد ما انتهيت من معهد علي خدمة اجتماعية التحق بقلية اقتصاد علم سياسية انا مش عاجبني خالص معهد خدمة اجتماعية باستعر منها ما بحبش اقول لحد ان خرجت ايه مش عزم اقتصاد علم سياسية ممكن اي كلية كون احسن شوية الحقيقة ما فيش والاحسن والاسوأ اه كلمة استعر دي ده معناها انا دايما بشوف ان الناس دايما بيقيمني بسبب الكلاب بتاعته ده كلام فارغ مع احترام لحضرتك والمشاعرك ولكن فيش حاجة اسمها اه مش عاجباني خالص لاني بستعر منها وبخاف اقول انها بعد خدمة اجتماعية اقول لي انت بيئة كل الكلام ده كلام فارغ هقولك بقى الفكرة اشتغل على نفسك على مهاراتك على لغتك الانجليزية على الافيس ادخولي اشتغلي اه في مكان اشتغل اتش اهر بعد كده هيقول انت شغالة اه اي مكان سينيسمة او مارينة انت مارينة اللي شغالة في بنك كزا خلاص بعدين خدي بقى ماجستير ولا خدي حاجة ارفعي دنيا خلاص محدش هيجي اقولك انت خريجي كزا كلام فارغ يا جماعة لكن ده بيجي من ان احنا بندخل على الفيسبوك بندخل على الانستجرام بنلاقي الناس كتبة انا خريجي مما اكون اه فاكلتي اوف معرفش كزا وامل كزا هو كلام فارغ وده لا يعفي من انه تفكير نوعا ما انا اسف بقولي انه دايما انت تفكير مراهقين لسه صغيرين لسه بنبدأ حياتنا فنندق شوية خلاص محدش هيقول انت خريجي اهو اشتغلت في اكتر مكان محدش هيقول انت خريجي تجارة حلوان عربي ما فيش والله يا جماعة اشتغلت في مكان وانا بمضي العقد وكان قدامي حد بخريجي الجامعة الامريكية شفتوا بقى وتساوت الرؤوس فاسد يا سيدة الفاضلة ماراتق وتركي ده هدقي طب تعالى ما انا السيناريو تنلقى انا عاوز تدخل اربع سنين من عمرك تاني تعالين مفتوحة عشان اخرج اقول لنا طب ما ليه نبدأ الشغل وناخد ام باي وناخد دراسات عالية بعد خمس سنين مش بعضها على طول وانطور في مجالنا وبعدين نشتغل في ابنه وبعدين هيقولوا مارينا ولا نسمى اللي شغالة في بنك السيقل بيو شغال في بنك الالية يعني ربنا وفقكم اكتبوا كل خير بإذن الله ووعوا ان حد هو اللي يقيمكم بناء على الكلية بناء على منطقة السكن بناء على الحاجات دي كلها ركز او ركز في نفسك واللي تحسي قدامه انه بيقيمك او بيبصلك بص مش حلوة بسبب ده نصيحة مني ما تكمليش صداقة معي لانه ده دايما هيبقى عنصر سلبي بالنسبالك فانفدي بنفسك انفدي بجلدك واقول يا رب ونكتب لك كل خير بإذن الله وبالتوفيه ان شاء الله اشتركوا في القناة